دايما في اللحظات المفصلية في التاريخ المثقف المصري بيلعب دور يعني البرج العاجل اللي قال عليها وفي الحكيم أن المثقفين عاديد يقروا يفكروا ويشربوا حاجة ساعة أو بتاع لا لما بيتستدعي الأمور أنهم بينزلوا الشارع علشان بيبقى فيه يحسوا أنه فيه خطر على البلد بينزلوا يعني هو هنا من كلام حضرتك أنه حصل نوع من الانتفاضة وسمناها في هذه الفترة انتفاضة المثقفين بدأت بأنه هم أعلنوا بقى انتجاههم أنك الباليه بقى الأمور مش هنقفلها بس الباليه ما ينفعش طب والغناء كان مسموح؟ لا طبحت بس هم ابتدوا يعلنوا عن الحاجات شوية شوية فابتدى المثقفين يحسوا أنه ليس لنا مكان في التخطيط الجديد لمصر طب أنا عايزة حضرتك بس تحكينا ببعض التفصيل ماذا كانوا يريدونه؟ إذا أردت أن تسيطر على عقل أمة فعليك أن تبدأ من حاجتين من التعليم ومن الثقافة وهم عارفين ده كويس أنا قلت في الوقت ده هم كانوا بيسيطروا على أكتر من حوالي 70% من صنعة النشر في مصر الإخوان كانوا مسيطرين عليها في هذا دور النشر كانوا بتلكونا صنعة النشر بكذا اسم يوم تكلمونك أكتر من دور وفي وقت ده كان رئيس الاتحاد النشرين المصري إخوان ورئيس الاتحاد النشرين العرب إخوان يعني التعليم بعد 30 يونيا حصل فيه طفرة كبيرة وابتدوا ينقوا الكتب من الرسائل غير المقصودة اللي جوه كتب وبالذات منهج العربي والتربية الدينية اللي بتطلع متطرفين في كتب الوزار فابتدوا ينقوا فده كان موجود فكانوا مسيطرين على النشر وليهم زراعات كثيرة أو أزرع كثيرة في المناهج الدراسية طبعا 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 واتجددت مرتين شلمنا حاجات مرتين المناهج الدراسية طب لما نقول المناهج الدراسية مثلا بنقصد المناهج مثلا اللغة العربية اللغة العربية والدين تحديدا واللغة العربية تحديدا أكتر من الدين واللغة العربية تحديدا طب لا يروا فيها ايه يعني نفتكر بس كانوا ايه اللي بيحصل كان فيها حاجات كتيرة جدا تصير العصبية وحاجات متنقضة وحاجات في كتب العربي مش في كتب الدين بتقول ان المسلمين بس اللي حيخشوا الجنة ويعني حاجات من هذا القبيل وانا كتبت فيها اكتر من مرة وتفسيرات لآيات قرآنية لها موجود كثير من التفسيرات الرحبة يعني اللي ليس فيها شيء من الفتنة التقفية فهم يختاروا التفسيرات التي تصير الفتنة وتصير الشتات بس الحقيقة ده كله دلوقتي اتعملوا حملتين وراء بعض واتنقت الكتب بتاعت التربية والتعليم منها بنسبة 90% يعني نرجو هذا يعني نرجو ان تكون بنسبة 100% لا حصل 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 مرتين وفي حاملة جديدة معمولة دلوقتي بس وصلت لحد كتب سنة ربعة وطلع المنائج دي كلها بتتغير لا الحقيقة لازم الواحد يقول على ده فهم عشان كده اول ما كانوا قصدين كانوا قصدين يخشوا على وزارة الثقافة لان وزارة الثقافة هي اللي ما كانش ليهم هيمنة عليها وهي وزارة من الوزارات اللي بتسهم في التنوير وصناعة العقل فعايزين يوقفوها وعايزين يأخونوها